قانون الخدمة المدنية وتوحيد سلام الرواتب يعود إلى الواجهة من جديد الحكومة أعلنت عبر الأمين العام لمجلس الوزراء العمل على تعديل رواتب موظفي الدولة بسبب وجود تفاوت كبير بين الوزارات طرح القانون في ظل الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط يعزز من إمكانية تمريره نيابيا معالجة الرواتب فأمام خيارين أما أن يكون إقرار الموازنة وهذا لا يمكن إلا بعد تشكيل الحكومة أو أن نذهب باتجاه الخيار الثاني وهو ما ضمن ضمن البرنامج الحكومي للمرحلة القادمة للحكومة القادمة وهو تعديل سلام الرواتب كل الاختصاصات الآن تعاني في كل وزارات الدولة وهذا أيضا من ضمن المشاكل الإدارية الموروثة والأزلية الآن في الحكومة العراقية وينص قانون الخدمة المدنية على تنظيم الضوابط والشروط والقيود التي تتعلق بالعلاوات والإجازات والترفيعات فضلا عن توحيد سلم ومخصصات الرواتب في وزارات الدولة المشروع أرجأ للدورة النيابية الخامسة رغم اكتمال إجراءات تشريعه في الدورة السابقة فيما يرجح مسؤولون تطبيقه في موازنة 2023 يوم 20 في هذا الشهر اجتمعت اللجنة القانونية وجرى الاتفاق على تحديد أولويات كان من أولى القوانين سلم الرواتب وبالتالي الجهد سيبذل لأن الخدمة المدنية الاتحادية قضية يجب أن تكون ذات أبعاد وتعليمات ونصوص قانونية مستقرة هذه دورة جديدة ونواب جدد وبالتالي قد تكون هناك آراء وملاحظات وتصورات تعزيز وترصين القانون وقد يمضي كما كان عليه سابقا من التعديلات ويتحدث نواب عن إمكانية تمرير قانون الخدمة المدنية خلال الفصل التشريعي الثاني للدورة النيابية الحالية لاكتمال مواده وفقراته إضافة إلى حاجة الموظف لتأديل راتبه بسبب ارتفاع الأسعار ميثم الجناحي العراقية الإخبارية بغداد